شروط الوضوء شروط الوضوء الإسلام والعقل التمييز ليس البلوغ التمييز يعني يفرق بين الأشياء فهل يصح وضوء الصغير إذا يميز يفرق بين الأشياء نعم يخطي كثير من من يترجم يقول أنه في التمييز يقول هو البلوغ هذا خطأ نعم والنية محل القلب والتلفظ بها بيدعة ولابد أن تكون النية في كل الوضوء ما يستطيع أن يقطع النية في وسط الوضوء انقطاع موجب الوضوء يعني ما يستطيع توضه ويخرج منه ريح مثلا أو لابد يقول انتظر حتى ينتهي خروج الريح بعد هذا توضه نعم لابد إذا كان ناقض الوضوء موجب للاستنجاء أو الاستجمار لابد يستنجي أو يستجمر قبل وضوء مثاله الآن هو في دورة المياه هناك في الداخل أكرمكم الله بال ما يستطيع توضه حتى يقسل الذكر نعم يطهر المكان نعم نعم إزالة طهورية الماء وإباحته يعني ما يمكن يتوضى بماء نجس أو يتوضى يسرق ماء حتى يتوضى نعم إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة يعني مثلا يعمل في طلاء الجدران أو على يدي عجين لا يستطيع أن يتوضى حتى يزيل هذا لأنه لا بد أن يصل الماء إلى أعضاء الوضوء نعم المرأة بعض النساء يضعوا أشياء هنا على أظافر تسمى عندنا في اللغة العربية أو في يعني عرف الناس يسموها مناكير يعني جمع منكرات فلا يصح والله هكذا تسمى مناكير فلا يصح أن تتوضى حتى تزيل هذه المنكرات حتى يكون وضوء صحيح نعم هذا الوضوء نعم نعم تسمى مناكير عندنا لا أعرف what you would call it نعم نعم مناكير يعني منكرات هكذا يسموه تقصد الملون بويا بويا تضع هنا المرأة بس أظافر لا مول أظافر بويا بويا نعم كله منكرات سواء لسق أو كذا كله منكرات نعم نعم طيب اشتركوا في القناة